عايزة روح لموضوع تاني ودائماً الأهلي هو الأول في مصر وإفريقيا الدليل على كده أن النادي الأهلي هو أول نادي في قارة أفريقيا يتأهل بطولة كأس الانتر كونتينينتل للأندية 2020-2024 خليني أحكي لحضراتكم بسرعة جداً يعني إيه كأس الانتر كونتينينتل كأس الانتر كونتينينتل هي بطولة عالمية جديدة بين أبطال القارات وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة أو من هذه الكأس الانتر كونتينينتل التي تجمع أبطال القارات خلال شهر ديسمبر المقبل الفراء المشاركة في البطولة ستكون بطل إفريقيا النادي الأهلي بطل أسيا اللي تحدد أول أمس مع النادي الأهلي هو العين الإماراتي وبطل أوكيانوسيا أوكليند سيتي لتحدد أيضاً في نفس اليوم ثم بطل أوروبا الفائز من ريال مادريد وبروسيا دورتموند أما بطل أمريكا الجنوبية لم يتم تحديده وبطل أمريكا الشمالية لم يحدد إلى الآن طيب زمان كنا بنلعب كل سنة من 2005 من 2005 والحمد لله والشكر لله لعبنا في كأس العالم للأندية كان كل سنة السنة دي الاتحاد الدولي حب أنه يغير هذا المفهوم عمل كأس الانتر كونتين انتر هتبقى موجودة كل سنة ما بين أبطال القراط وهي كأس العالم مصغرة اللي احنا بنشوفها خلال الفترات اللي فاتت ثم عمل حاجة اسمها كأس العالم للأندية هيبقى كل أربع سنوات كل أربع سنوات هتبقى كأس العالم فيها كأس العالم للأندية فيها 32 فريق زي كأس العالم للمنتخبات كده وكأس الانتر كونتيننتل كل سنة طيب الدنيا هتمشي ازاي بطل أسيا هيلعب بطل أفريقيا اللي هو نادي الأهلي هيلعب نادي العين في ملعب بطل أفريقيا وده على حسب القرعة واحد فيهم هيلعب ضد نادي أوكلاند سيتي